السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت من البنات انكم تكونوا ان شاء الله في افضل حال. مرحبا بكم معي ان شاء الله عندي في القناة. فبطبيعة الحال الى كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ديالي. فما تنسوش انكم تشاركوا معي في القناة. وكذلك تفعلوا زر الجرس ان شاء الله. باش اي حاجة حدثة عندي في القناة توصلكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة. فصراحة هاد الوصفة دي حملت بها واحد المتتبعة من القناة ديالي. فصراحة يعني بغيت نشاركها بطبيعة الحال مع السيدة. هاد السيدة هادي يعني استعملتها من الشهر الاول. وطلعت يعني حاملة. فان شاء الله يعني كذلك حتان شو ما اللي عندكم تأخر ديال الحمل. ان شاء الله يعني اه ديروا هاد الوصفة هادي. فوصفة رائعة ان شاء الله. وكذلك البنات يعني من يتبعوا ديروا اي وصفة اه ضروري من الدعاء. حاولوا انكم يعني اه دعاء الاستغفار. ومرة مرة يعني مشي دايما يعني مرة مرة ان شاء الله يعني اه ديروا قيام الليل. فحتى هو ان شاء الله اه يعني دعوات دياله واره مستجابة. فا اه الوصفة اللي استعملت السيدة هي هاد يعني كنت درتها يعني في في القناة ديالي. كنت درت هاد الوصفة هادي في القناة ديالي. اه فدرتها. وعني غادي تشوفو ان شاء الله يعني الكمونتر. الكمونتر ديال السيدة او تعليق ديالها. كما كيبال لكم يعني اه القرنفل او المسمار فيعني الفوائد دياله للحملة البناز راه رائعة راه واحد منشط قوي قوي البناز هاد القرنفل وكذلك احتل عندها البلودة وفي نفس الوقت كي يخصب يعني كي هي اللي نقل بويضة باش انها تلقح يعني كي يديرها كي هي او كي خليها يعني في يعني حيث البويضة مثلا إلا كان عندها البرد وإلا كان يعني البرد في الراحم ولا شي حاجة فوقي يعني تنزل البويضة فما كي يقدرش ما يوقعش الحمل فهاد اه القرنفل هو كي ينشط لنا ويصخن لنا الوالدة وفي نفس الوقت كي يخصب لنا البويضة باش ان شاء الله يتم الحمل السليم فكما كيبال لكم عندي هنا القرنفل وعندي كذلك الحليب الحليب والقرنفل فبالنسبة الكمية البلات غير هو القرنفل يعني أي حاجة إلا بطبيعة الحال يعني استعملتوها بواحد الكمية كثيرة فعندها بطبيعة الحال أضرار ديالها فانتو مانتو تستعملوها فقط هاد الوصفة هدي من بعد الدورة يعني تديرو هاد الوصفة من بعد الدورة الشهياني مني تسلي منكم الدورة سلي منكم الدورة ديروها تلتيام كل مرة كتهزو هاد كتهزو هاد القرنفل كتديروه في هذا كتديروه في الحالي بطبيعة الحال كتخليوه ومن بعد ان شاء الله كتشربوه يعني كتخلوه كي يبليكم تقريبا يعني انه طلق فهنا غدي غدي تحسبي تقريبا واحد تسعو تسعو ديال الحباس ثلعشرة ديال الحباس بحلاكك أنا هنا غدي ندير اه شهال عندي هنا عندي سبعا ديال الحباس طفي المهم يعني ما تشفوتيش ما تشفوتيش تقريبا واحد عشر ديال الحباس في النهار عندي سبعين تلتيام يكون الحليب سخون بطبيعة الحال يكون الحليب سخون غدي تديري في هاد حب عفوا غديري في هاد القرنفل او المسمار وغادي طبيعة الحال اتغطيه غير من تديري غطيه وخليه يعني واحد ربع ساعة يعني على حد تتحسي بالقرنفل انه دارلك تتحسي بالقرنفل انه واطلق ومن بعد ان شاء الله يعني تشربي تشرب طبيعة الحال بعد الدورة الشهرية مني تبغي ان شاء الله تنسي يعني بالليل لمدة ثلاثة ايام تديري هالمرة اللولى آآ الليل الاولى والليلة التانية والليلة التالتة ان شاء الله فراه وصفة رائعة فآآ يعني مني حملت بها هاد سيدة هدي قلت انا اني شاركة مع المتتبعات فكنت منا ان شاء الله يعني انها يعني تفيدكم وكذلك تكون سبب في يعني في حمل السيدة اللي عندهم تأخر ديال الحمل وراه هادي هي يعني ان شاء الله دي وصفة اللي حبيت ان اني شاركها معكم فكنت منا ان شاء الله انها تنال اعجاب ديالكم فان شاء الله ما تنساونيش بلايك الى عجبكم الفيديو وكذلك سبغطاجي القناة مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وما تنساوش زر الجرس البنات باش ان شاء الله اي حاجة حتى تحت بزر ديال البنات في قرية بانه ما سيوصلهمش الاشعارات فحاولوا انكم تلغيوا الاشراك وتعودوا ترجعوا ومنين ترجعوا يعني غتيتوركوا على غتيتوركوا على زر الجرس غتيعطيكم ديرونتو سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت من البنات انكم تكونوا ان شاء الله في افضل حال مرحبا بكم معايا ان شاء الله عندي في القناة فبطبيعة الحال الى كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ديالي فما تنساوش انكم تشاركوا معايا في القناة وكذلك تفعلوا زر الجرس ان شاء الله باش اه اي حاجة حدثة عندي في القناة توصلكم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم اه واحد الوصفة فصراحة هاد الوصفة دي حملت بها واحد المتتبعة من القناة ديالي فصراحة يعني بقيت نشاركها بطبيعة الحال مع السيدة هاد السيدة هادي يعني استعملتها من الشهر الاول وطلعت يعني حاملة فان شاء الله يعني كذلك حتان شو ما اللي عندكم اه تأخر ديال الحمل ان شاء الله يعني اه ديروا هاد الوصفة هادي فوصفة فوصفة رائعة ان شاء الله وكذلك البنات يعني من يتبعوا ديروا اي وصفة اه ضروري من الدعاء حاولوا انكم يعني اه دعاء الاستغفار ومرة مرة يعني ماشي دايما يعني مرة مرة ان شاء الله يعني اه ديروا قيام الليل فحتى هو ان شاء الله اه يعني دعوة دياله اراه مستجابة فالوصفة اللي استعملت السيدة هي هاد يعني اللي كنت كنت درتها يعني اه في القناة ديالي كنت درت هاد الوصفة هاد في القناة ديالي اه فدرتها وعني غدي تشوفوا ان شاء الله يعني الكومنتر الكومنتر ديال السيدة او تعليق ديالها فا اه استعملت هاد كما كي بليكم يعني اه القرنفل او المسمار فيعني الفوائد دياله للحملة البنات راه رائعة راه واحد منشط قوي قوي البنات هاد القرنفل وكذلك احتى اللي عندها البرودة وفنفس الوقت كي يخصب يعني كي هي لنا البويضة باش انها تلقح يعني كي يديرها كي هي او كي خليها يعني في يعني حيث البويضة مثلا الا كان عندها البرد اولا كان يعني البرد في الراحم ولا شي حاجة فوقيع يعني تنزل البويضة فما كي يقدرش ما يوقعش الحمل فهاد اه القرنفل هو كي ينشط لنا وتي سخن لنا الوالدة وفنفس الوقت كي يخصب لنا البويضة باش ان شاء الله يتم الحمل السليم فكي ما كي يبلكم عندي هنا القرنفل وعندي كذلك الحليب الحليب والقرنفل فبالنسبة الكمية البنات غير هو القرنفل يعني اي حاجة لا الى بطبيعة الحال يعني استعملتوها بواحد الكمية كثيرة فعندها بطبيعة الحال اضرار ديالها فانتم هاد يستعملوها فقط هاد الوصفة هدي من بعد الدورة يعني تديروا هاد الوصفة من بعد الدورة الشهية يعني مني تسلي منكم الدورة سلي منكم الدورة ديروها تلتيام كل مرة كتهزو هاد اه كتهزو هاد القرنفل كتديروه في هذا كتديروه في الحليب وطبيعة الحال كتخليوه ومن بعد ان شاء الله كتشربوه يعني كتخليوه سكي يبلكم تقريبا يعني انه اطلق فهنا غدي غدي تحسبيت تقريبا واحد تسعو تسعو ديال حباس تلعشرة ديال حباس بحلاكك انا هانا هانا غدي ندير اه اش حال عندي هنا عندي سبعه ديال الحباس طف المهم يعني ما شفوتيش ما شفوتيش تقريبا واحد عشرة ديال الحباس في النهار عن هذا ستعملين تلتيام يكون الحليب سخون بطبيعة الحال يكون الحليب سخون غدي تديري في هاد حب اه عفوا انا غديري في هاد اه القرنفل او المسمار وغادي بطبيعة الحال اتغطيه غير من اتديري غطيه وخليه يعني واحد ربع ساعة يعني علي حتى تتحسي بالقرنفل انه اه دارلك تتحسي بالقرنفل انه اطلق ومن بعد ان شاء الله يعني تشربه تشرب طبيعة الحال بعد الدورة الشهرية مني تبغي ان شاء الله تنسي يعني بالليل لمدة ثلاثة ايام تديري هالمرة اللولة اه الليل الاولى والليلة التانية والليلة التالتة ان شاء الله فراه وصفة رائعة يعني مني حملت بها هاد سيدة هدي قلت انا نشارك مع المتتبعات فكنت منها ان شاء الله يعني انها يعني تفيدكم وكذلك تكون سبب في في يعني في حمل السيدات اللي عندهم تأخر ديال الحمل وراه هادي هي يعني ان شاء الله دي وصفة اللي حبيت انني شاركها معكم فكنت منها ان شاء الله انها تنال اعجاب ديالكم فان شاء الله ما تنسونيش بلايك الى عجبكم الفيديو وكذلك سبغطاجي القناة مع